متابعي قناة أسرار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلم بكم في حلقة جديدة نتناول فيها موضوع صندوق النقد الدولي وضغوط المارسة على تونس والإذرار بالفئة الشعبية التونسية وإقرار إجراءات مشحفة في حق الشعب التونسي تستوجد محاسبة رئيس الحكومة هشام المشيشي ومحاكمتي على هذا الجرم اللي بشيقترف في حق الشعب التونسي في البداية رئيس الحكومة سيفره ووفد حكومي معاه إلى واشنطن لإقناع البنك الدولي بتمويل تونس قرض قيمته أربعة مليون أو أربعة مليار دولار خلينا ساعة نتعرف على صندوق النقد الدولي واشنوه السياسية تمتعه صندوق النقد الدولي هو بنك دولي جهة مانحة تعطي قروض إلى الدول طالما وإنه تسدلها دول بفوائد متفق عليها لابس لكن إذا كان الدول هذه تضعف اقتصاديا فإنه دخول صندوق النقد الدولي فيها يعني الأزمة اللي ما عندهاش حل كيما اللي بداية توى ساير في تونس والحقيقة منذ سنوات التالي كيما زادة لي ساير في لبنان وغيرها من الدول اللي يدخل فيهم صندوق النقد الدولي صندوق النقد الدولي يعطي قروض ولكن وقت اللي رأى اللي الدولة اللي يقرض فيها غير قادرة على الإفاء بالتزاماتها وبإنها بيش تخلص القرض ذا متاحها والفوائد ذا متاعه فإنه يولي يفرض شروط لتقديم قروض لهذه الدول الحقيقة في تونس كانت ديما تتعامل مع صندوق النقد الدولي ولكن من 2011 شتبدلت المعادلة ووليت تونس غير قادرة وقال تتلك في الإفاء بتاعه داتي وهذاك عليش نلقاه صندوق النقد الدولي إلا أنه ما يعطينيش القارثة ذا وأحنا اليوم في تونس الدولة بعد أشهر قليلة بتكون عاجزة على سادات الكتلة الأجور متاحها لشنوات نص هذه الشروط اللي يحطها صندوق النقد الدولي بالأساس صندوق النقد الدولي يحب مواصلة تغلق الانتداب في الوظيفة العمومية من 2015 تقريبا الوظيفة العمومية مغلقة إلى حد اليوم ومن شروط زاد الحصول على القرض الجديد هو مواصلة تغلق الوظيفة العمومية الشرط الثاني هو التقليص من كتلة الأجور بمعنى الأجور اللي عناتها مطالبة دولة تونسية بأنها تنقص منها كيفيش بش تكون مضطرة إلى أنها تسرح الموظفين آلاف الموظفين أو حل سحري وهو أنها تحقق دولة تونسية نموه كبير وبتبيعة الحال هذا مستحيل في الوقت الحالي خاطر أحنا مريش قاعدين نخدمه أصلاً وبالتالي هي مضطرة أنها تسرح وفي اليومية الخرانين كنا سمعنا أخبار على أن الحكومة بش تقدم تمويلات للناس اللي بش تنسحب وحدها وحدها من الوظيفة العمومية باتفاق بين الموظف وبين الدولة إلى جانب النقطة الثالثة واللي حذروا منها عديد الخبراء المختصين الاقتصاديين والمختصين في الاجتماع ودراسات الاجتماعية اللي هي بش تحدث انفجار مجتمعي هذه النقطة تتمثل في رفع الدعم على المواد الأساسية الخبز الزيت لحليب المحروقات لأي مادة تدعمها الدولة التونسية البنك الدولي الصندوق النقد الدولي يطالب الحكومة التونسية برفع الدعم عنه وهذاك عليش منذ سنوات طويلة كانت ديما الحكومة المتعاقبة تقريباً في السنوات الأخيرة لكلها تقول اللي تحكي على الموضوع هذي ولكن حتى حكومة ما تجرأت إلى أنها تنفذ هذا الشرط اللي هو مشحف وكل الحكومة تخافت منه وهربت منه وما حابتش يعني تولب بهذا الشرط لصندوق النقد الدولي رغم اللي كان ما تروح في وقت سيبق لكن اليوم يقولوا احنا وقفة الزنقى بالهير ما عادش فما حتى حل صندوق النقد الدولي ما هوش بش يعطينا فلوس إلا من وافقه طبعاً لأن الحكومة هذي فيشلة سياسياً وعلى جميع الأصعدة وفيشلة في التفاوض فاستجابت لشروط صندوق النقد الدولي رغم اللي كانت مطالبة بأنها تحسن شروط التفاوض وترفض إنها تفرض على الشحب التونسي اللي هو يعاني تفرض عليه يعني إجراءات موجحفة شو معناها ترفع الدعم يعني غدوة المواطن التونسي بش يشري الخمسة بسومها الحقاني بش يشري باكل أحليب بسومه الحقاني المحروقات كيف كيف الغاز ذاكي متاع الجاز ده بوسط الجاز بش يشريها بسوم الحقيقي متاحها أي مادة سكر زيد اللي هو باش يشريه بسوم الحقيقي متاحه اللي أنه الدولة بش ترفع الدعم عليه ولكن شكون الحكومة اللي تقول باش نوجه الدعم لمستحقيه شكون المستحقين متاع الدعم آلياً الناس اللي عندهم بطاقة علاج بيضاء أو سفرة يعني لديك التعريف المنخفضة وإلا المجانية هم آلياً باش يكونوا مسجلين في الناس اللي هم مش يواصلوا إنهم يشريوا المواد المدعمة ولكن مش الناس الكل اللي عندها أوراق بطاقة علاج بيضاء ولا سفرة مش الناس الكل عندهم فمها ناس دادة ما تقدرشوا من الطبقة الضعيفة ولكن ما عندهيش البطاقات هذية كيفيش نعملولهم مثلا دونك هذيك عليش فمها يعني تحذير من إنه بش يكون الوضع ينبأ بتفجير أو انفجار اجتماعي وبرش خبراء اقتصاد وسياسة أجمعوا على إنه الصندوق النقد الدولي أعمل لنا حصيلة بلهجتنا أحنا التونسية جريدة الشروق في مقال لها قالت هذا الأسبوع سيكون حاسماً في تعامل صندوق النقد الدولي مع تونس وسيكون حاسماً أيضاً في تحديد مستقبل البلاد ويسيف رئيس الحكومة على رأس وفد إلى واشنطن حيث مقر صندوق للتفاوض حول منحنا قرض بمبلغ قيمته 4 مليار دولار لكن شروط هذه المرة مجحفة ويمكن أن تهز أركان المجتمع برمته وهو ما يجب أن يعيه الوفد المفاوض مش يمشي فقط بشي وفقه على شروط صندوق النقد الدولي بعد راوة وينسا ما عادش بشي نجموا يعيشوا في ظل الظروف الصعيبة لهي أزمة كورونا وغيرها وبعد عشر سنوات من الثورة تدهور الاقتصاد راو المواطن ما عادش خالزيدهم من زيادات اللي تم فرضهم تيوي للسنوات الأخيرة وخاصة من 2018 إلى الآن الزيادات المجحفة في كل شيء في الأداءات في الإجراءات في كل المواد وفي كل الخدمات هذا ما عادش الشعب التونسي نجم يعيش بالطريقة هذي سنو فما حلول أخرى عليش الحكومة ما تتقشفش هي عليش ما ينقصوش من الرواتب متاع المديرين العامين متاع الحكومة الوزراء النواب غير وعليش التقشف ما نشوفوهش في السيارات الإدارية عليش ما نقول هيش حل كراهب في الإدارات التونسية يعطيوا فيها للموظفين دون وجه حق وزيدا يخدموا به في مصالحهم خارج حتى على الخدمة متاحهم وهذا تصور موجودة في مواقع التواصل الاجتماعي يبدأ عنده سيارة إدارية ويقضي بها في شورو شور عائلته وباتبعات الحال ما ياخدوا لسانس بنويت لسانس هذيك الكل بليش الناس اللي تخدم في الستيغ يستهلكوا ذوي بليش وبالدليل هذي تعرفوا الناس الكل حتى اللي يبدأ عنده هو بليش خطره يخدم في الستيغ ينجم يعدي خيط الجار ولا الخوة ولا اللي هو وفما قديش من مرة نحكي وفي الجرائد على الستيغ داخل الستيغ شو معناها؟ معناها هو يتمتع بالضو بليش خطره يخدم في الستيغ يولي هو يعدي خيط من داره الخيط جاره من داره لدر جاره ويخلص هو على جاره يولي هو جاره يخلص فيه في مبلغ رمز بتبيع جاره يساعده لأنه مش بش يستهلك الفاتورة بش يستعمل لكلمات يزاره غيره والضو على راحته وبش يعطي مبلغ أقل من اللي بش يعطيه الاستيغ إذن تجاوزات كبيرة ياسر وكانت الدولة تنجم تتقشف من الفوق مش تمشي للطبقة الضعيفة اللي هي ما عادش خالطة على حتى شيء ما عادش تنجم تعيش بهذه الإجراءات وبالتالي ننتظر برشة ردود فعل عنيفة من المجتمع التونسي ومن التونسة بعد فرض هذه الإجراءات خاصة وإنه مؤكد أن الحكومة بيش توافق على كل شروط صندوق النقد الدولي من غير ما تتلفت للمواطن التونسي لأنه فقط يهمها أنها تجيب الفلوس بيش تصبح قادرة على تزديد الأجور ومتع الموظفين نمتاحها مش مشكلتها التونسة بالكل هي شيء مهم وفي حتى حد المهم يقعد هو توا في الكرسي وأنهارت اللي تم صحب ثقة منه أو اللي هو فقط لإيطالة الوقت لهذه المدة ولهذا الموعد وكل حكومة جي يعمل لرئيس الحكومة اللي يحب عليه ويمشي من غير ما تتم محاسبته لذلك فما عديد الدعوات اليوم إلى محاسبة رئيس الحكومة هشام المشيشي خاصة بعد الوثيقة اللي تم تسريبها اللي تبين الإصلاحات الحكومية اللي بشيقدمها الوفد التونسي لصندوق النقد الدولي وهذا مراج على عديد المواقع كما وكالة رويترز كما قناة الجزيرة وعدة قنوات إخبارية أخرى وبتبيعة كما قلت مش تشمل إجراءات هذه رفع الدعم على المواد الأساسية كذلك المغادرة الطوعية لأنه الوثيقة الحكومية اللي تم ترويجها في المواقع الإخبارية تظهر أنه تونس تريد خفض كتلة الأجور إلى 15% من النتج المحل الإجمالي في 2022 مقابل 17.4% في 2020 وهذا بشرط من صندوق النقد الدولي وبطبيعة الحال يعني تونس بديت في الإجراءات متاع المغادرة الطوعية للموظفين شنوراكم في هذا الملف ما تنسوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بشوصلكم الفيديو القادر